والآن نقف على آخر التطورات في لبنان التطورات الأمنية والسياسية كذلك وحركة المحتجين في الشارع إلى الأرض زميرة سحر أرنأوت مراسلة الحرة في بيروت تنضم إلينا الآن سحر لك الكلمة أهلا بك نعم أهلا من التطورات الميدانية كانت متسارعة منذ اللحظة التي أعلن فيها المرشح المرتقب كان سمير الخطيب انسحابه من هذه المعركة وطبعا تسجية الرئيس سعد الحريري وهذا الإعلان أتى طبعا من دار الفتوى ودار الفتوى تعتبر الغطاء أعلى غطاء ديني لرئاسة الحكومة اللبنانية وبالتالي خرج اللبنانيون وخرج المحتجون والمتظاهرون طبعا بداية كان هناك تلبية لدعوة أحد الغضب الذي لبى الحراك هذه الدعوة ونزلوا إلى محيط مجلس النواب في رسالة منهم لإيصال رسالة إلى النواب بعدم قبول الحراك بالاستشارات النيابية الملزمة التي ستجري غدا ورفضهم طبعا للمرشح سمير الخطيب بعد إعلان سمير الخطيب انسحابه وبات معلوما أن سعد الحريري هو المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة الحكومة المقبلة توجه المحتجون إلى هنا محيط البيت الوسط يعني مقر إقامة الرئيس سعد الحريري كان هناك عدد كبير من المحتجين من المتظاهرين وكان هناك عدد كبير أيضا من شرطة مكافحة الشغب لا تزال بعض الوحدات موجودة عند مدخل بيت الوسط وطبعا نتيجة الأحوال الجوية والأمطار الكثيفة التي تساقطت منذ قليل تفرق هؤلاء المحتجون إلا أن ذلك لم يمنعهم من العودة في أي وقت وفي أي مناسبة الاستشارات النيابية الملزمة يعني سحر فقط لنفهم أن هؤلاء أتوا إلى بيت الوسط محتجين على تولي حتى صعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة محتجين محتفلين لا محتجين ولا محتفلين هم يريدون أن يوصل رسالة مفادها أن الحراك عندما خرج إلى الشارع خرج ليطالب بمحاربة الفساد ومحاربة كل الطبقة السياسية التي كانت تعيث بالبلاد فسادا وهدرا وبالتالي عندما توجهوا إلى هنا محيط بيت الوسط كانوا يريدون أن يوصلوا رسالة أن أي حكومة ولو كان صعد الحريري هو الذي سيشكلها هذه الحكومة المقبلة لا بد أن تكون تكنقراط ولا بد أن تكون على مستوى المطالب التي خرج بها الحراك وأن لا يكون فيها أي من الوجوه السياسية المستفزة علما أن يبدو أن الاتجاه سيكون نحو حكومة لا تتضمن أي وجوه سياسية حزبية مستفزة سيكون هناك ممثلين عن الحراك سيكون هناك ممثلين عن تكنقراط وسيكون هناك شخصيات سياسية غير حزبية في هذه الحكومة التي بدأت ملامحها تتضح خلال اليومين الماضيين وبالتالي الحراك يطالب اليوم أن تكون هذه الحكومة على مستوى المطالب البعض يرفض عودة رئيس الحكومة الشهد الحريري وهذا بات واضح معالم الحكومة بدأت تتضح هناك اليوم حرق كين نعم تفضل نعم يعني الحكومة كواليس السياسة والمطبخ السياسي الذي كان يتحضر لتشكيلة حكومية يكون سعد الحريري رئيسه ونحن كان معروفا أن سمير الخطيب لن يأتي على رأس حكومة جديدة نظراً لأوضاع الاقتصادية المتردية وطبعاً نظراً للتحديات الخارجية التي تفرض نفسها على الساحة اللبنانية وبالتالي سعد الحريري كان هو الأوفر حظاً نظراً طبعاً لما ذكرته وبالتالي كان هناك إذا صح التعبير مساعي دولية بأن يتم مقاربة الأمور بين التكنقراط وبين سياسيين غير مستفزين للشارع اللبناني وأن يتمثل الحراك بشكل خاص في هذه الحكومة الجديدة على أن يترأس هذه الحكومة سعد الحريري سعد الحريري كان لا يزال حتى الساعة يصر على حكومة تكنقراط ولكن إذا ثبت أن المساعي الدولية ستترجم عملياً بحكومة غير مستفزة قد نصل في الساعات المقبلة أو في الأيام المقبلة لأن الاستشارات ستتأجل بضعة أيام سنصل إلى حكومة قد ترضي الشارع لأن الحراك سيتمثل فيها وأيضاً ترضي سعد الحريري لأن التكنقراط سيتمثلون فيها يبقى موضوع الوجوه السياسية هناك حديث أن بعض السياسيين غير الحزبيين سيتمثلون في هذه الحكومة وقد لا يكونون من الطبقة التي تستفز الشارع والتي أيضاً قد يقبل بها سعد الحريري لتكون في هذه الحكومة على أن يكون لديهم حقائب دولة وليست حقائب وزرية سيادية نحن مستمرون في ملف لبنان إلى الآن سحر أرنقوت شكراً لكي مراسلة الحرة من بيروت ولبنان العودة إلى المربع الأول بعد اعتذار سمير الخطيب عن تشكيل الحكومة المقبلة في ظل توافق البيت السني ومفتي الجمهورية على أن إعادة تسمية الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة هو الحل هذا التطور يأتي قبل يوم واحد من الاستشارات النيابية التي دعا لها رئيس الجمهورية ميشيل عون فإلى أين ياترى تتجه الأمور؟ وهل بالفعل لا مخرج للأزمة إلا بحكومة مختلطة أم هو الشارع الذي سيحسم الأمر في النهاية؟ طالن بكل راح الضمير اعتذار عن إكمال المشوار الذي رشحت إليه وهكذا تعود الأزمة في لبنان إلى المربع الأول عشية مصطلحة على تسميته بيوم الاستشارات النيابية لتكلف الحكومة توافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة فاعتذار سمير الخطيب الذي مثل ترشيحه لرئاسة الحكومة مخرجاً للكتل السياسية في البرلمان من أجل تلبية مطلب المحتجين بحكومة من غير السياسيين ما لبث أن عقد المشهد من جديد خاصة وأن الخطيب أكد دعم دار الإفتاء ترشيح رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري للمنصب وتطفي عودة اسم الحريري إلى التداول بغطاء سني من دار الإفتاء ضبابية على مصير الاستشارات رغم تمسك مصادر رئيس الجمهورية ميشيل عون بإجرائها في موعدها المعلن الاثنين فقد سبق للحريري أن أعلن عزوفه عن المنصب بعد مؤشرات على قطيعة سياسية مع حزب الله وحلفائه وتمسك بحكومة من ذوي الكفاءة مقابل إصرار حزب الله وحلفائه على حكومة تكنو سياسية وقبل نبأ انسحاب الخطيب بترحيب المحتجين في وسط بيروت مساء بعد أن طفت اتهامات له بالمشاركة في صفقات فساد حكومية وترى أطياف واسعة داخل الحراك أن طوق النجاة بالبلاد يتمثل في حكومة اختصاصيين من خارج منظومة الولاءات الحزبية والطائفية ما يضعها في مواجهة حتمية مع مجلس النواب حيث يسيطر حزب الله وحلفائه على أغلبية المقاعد مواجهة ربما تترجم إلى واقع على وجه السرعة في ظل استمرار الضغط الشعبي على أركان السلطة من جانب المحتجين وأسرار هؤلاء في المقابل على الحل الأمني والقمعي كتعرضهم بالضرب والإهانات لمتظاهرين حاول اقتحام مقر مجلس النواب إلى بيروت يوسف مرتضى الكاتب والمحلل السياسي وأيضا هشام أبو جودة الناشط بالحراك أهلا بكما ضيفي الكريمين ودعني أبدأ معك سيد هشام يعني أنتم كناشطين في الحراك المستمر حتى الآن بذات الزخم كيف تنظرون إلى التطورات السياسية حاليا هل ترضيكم الوضع في لبنان ليس أزمة استشارات هي أزمة سلطة مفتوحة وأزمة نظام سياسي في لبنان فشل حتى الآن بحل المشاكل في لبنان بل أزمة فهذه أزمة نظام وأزمة حكم والموضوع اليوم أن هذه السلطة هي فيتة ببعضها وهي تصطدم ببعضها وليس لديها حلول وعم بتسمي أشخاص دائما من ضمن هذه المنظومة الحاكمة للي هي فشلت في إدارة البلد وفي إعطاء أي حل للبنان بل أزمة الوضع أكثر وعملة الفساد وانهار الوضع الاقتصادي فيها وانهار الوضع المالي وكل شيء مرتبط بهذه المنظومة وهذه المنظومة تريد دائما أن تبقى هي في الحكم وهذا الذي رفضه الشعب اللبناني بـ 17-20 طيب طلع وقال هذه المنظومة أصبحت منظومة فاشلة منظومة لا يمكن الاستمرار معها في إدارة البلد ولكن هشام كيف تنظر إلى عملية تدوير الكراسي التي البعض يقول طبعا التي يقوم بها سعد الحريري من محمد الصفضي إلى سمير الخطيب إلى أن يصل الآن الإجماع على أن سعد الحريري الإجماع السني على الأقل سيكون المرشح الأوحد لرئاسة الجمهورية ونأخذ في الحسبان أيضا أن سعد الحريري جزء من هذه الطبقة السياسية هو أيضا كان على رئاسة هذه الحكومة لثلاثة أعوام لماذا يستثني الشارع سعد الحريري سيد الكريم أولا ليس هناك ترشحات لرئاسة الحكومة رئاسة الحكومة لا يوجد ترشحات رئاسة الحكومة يطلعون النواب عند رئيس الجمهورية ويقومون باستشارات نيابية ملزمة وهم الذين يسمون الشخص الذي يرونه مناسبا لإدارة الحكومة في المرحلة المقبلة لا يوجد ترشحات ان هذا مرشع وهذا ليس مرشع في هذا الموضوع طبعا نكون نحن من خربة لا 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 معلاش سيد أوشام لا توجد خربة في الموضوع اسمح لي أنه الآن هم يتحدثوا عن أنه هناك تجاوز للدستور ولكن هذه الأسماء طرحت الصفضي وسامير الخطيب طرحت لرئاسة الجمهورية حتى قبل المشاورات النيابية وسعد الحريري خرج وقال أنه لا يرغب في قيارة الحكومة المقبلة الآن البيت السني يعيد تسمية سعد الحريري لقيارة الحكومة المقبلة ألا ترى أنه في الأمر تدوير كراسي والاستغلال للاحتجاج في الشارع لمصلحة تيار المستقبل؟ أجيب على سؤالي سيدي الموضوع أنه سعد الحريري للي سأط بـ 17 تشرين مش حدا غيره للي سأط سعد الحريري وحكومته هي للي سأط بـ 17 تشرين وسأط معه كل القوى للي موجودة معه بهذه الحكومة كيف نحن من بعد 17 تشرين واللي جرى بـ 17 تشرين كل الللي جرى من بعد 17 تشرين بدنا يرجع يقبل الشعب اللبناني بإعادة تكليف سعد الحريري لرئاسة الحكومة هن صار له هذه الحكومة أو سعد الحريري صار له من وقت منتخب رئيس الجمهورية الحالي رئيس للحكومة فشله في إدارة الأزمة بل هن اللي عمقوا الأزمة هن اللي ماشيين بهذا إذا بدك إلى الانهيار الكامل والفشل الكامل للدولة كيف نحن نريد أو كيف الشعب ونحن في الانتفاضة نريد أن نقبل بسعد الحريري بدهم يطلعوا إلى خارج هذه المنظومة سعد الحريري هو يمثل هذه المنظومة يمثل هذه القوة اللي موجودة بالحكم يجب الخروج من هذا الوضع إذا ما بدهم يخرجوا منه رح نبقى بالشارع إذا ما بدهم يخرجوا منه رح هن يضلوا نصطبين ببعضهم ولن يصلوا إلى أي طريق وأكبر دليل على ذلك أنه نحن في هيئة التنسيق هيئة التنسيق الصورة قلنا لهم تلعوا بكرة نهار التنين على الأصل الجمهوري وسموا رئيس الحكومة للي أنتوا بتردوه إذا أنتوا قدرين تسموه هن ما قدرين يسموا رئيس الحكومة هن بدهم من الصوار وبدهم من الانتفاضة أن توافق معهم على الشخص ونحن لن نوافق على هذا الموضوع نحن بدنا رئيس الحكومة أن يكون من خارج هذه المنظومة ومن خارج منظومة الفساد ومن خارج منظومة السلطة شكرا على هذا التوضيح إذا ما قدرين هن يسموا عندهم مشكلة كلامك واضح وانا أشكرك على هذا التوضيح يوسف تفضل أشريكك في هذا الحوار ونأخذ ما قالت الزميلة سحر أرنقود في بداية الفقرة عن أن معالم الحكومة بدأت تتشكل الحكومة ستكون بقيادة سعد الحريري حكومة كفاءات وسياسيين غير حزبيين في مناصب أو وزارات غير سيارية أنا بصاب خير أولاً ما بعرف من أين مصادر المراسلة اليوم يعني انتهى تاني سيناريو في محاولة المماطلة في إجراء الاستشارات النيابية وتشكيل الحكومة بصراحة يعني الشارع والثورة والبلد كانوا مع الاستشارات من شهر وهم مع الاستشارات اليوم ومع الاستشارات بكرة بالتأكيد استشارات ملزمة تسمي فيها الكتل النيابية الرئيس الذي وضعت معاييره ومواصفاته الثورة رئيس مستقل من خارج المنظوم الحاكمة وحكومة بكامل أعضاء مصغرة تتمتع بصلاحيات استثنائية تشريعية لفترة انتقالية تقدر تنقذ البلد مما هو فيه أنا بصراحة أقول لك اليوم الأكثرية النيابية المتمثلة بتحالف التيار الوطني الحر مع ثنائي حزب الله أمل كانوا دائماً مصرين على تكليف الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة والرئيس الحريري عندما قدم استقالته حط شروطه اللي إلى حد كتير كبير بتتطابق مع شروط حتى الشارع بزعم منه أنه هو هكي بيكسب الشارع ثم عاد وكرر أنه هو أعلن بيان أنه لن يكون في أي حكومة وأنه كما يقول الشارع ما بده أي حدا من منظومة الفساد واعتبر حاله جزء من منظومة الفساد ولذلك أنه الشارع معه حق أنه نفتش على شخصية مستقلة من خارج المنظومة تشكل حكومة كفاءات ما فيها سياسيين وعلى الشروط لا تطرح السورة أنا لا أعرف اليوم بالإضافة للانتهاك الفاضح للدستور من قبل تحالف الأكثرية سابقاً بكيفية تسمية الخطيب وقبله الصفضي اليوم انتهاك أكبر أن تقدم دار الإفتاء على ترشيح رئيس الحكومي وكأنه هو رئيس حكومي للسنة هو مفترض يكون رئيس حكومة لبنان هذا أمر خطير جداً إعادة تطييف القصة بهذه الطريقة رئيس الحكومي تسميه الكتل النيابية أمام رئيس الجمهوري والذي يأخذ العدد الأكبر من أصوات ويفاوت مع الكتل النيابية على تشكيل الحكومي أما بالتقدير السياسي اليوم هذا يقود إلى نقطة مهمة ما الذي يفعل الآن تيار المستقبل ما الذي يريد سعد الحريري ابتداء من الصفضي سمير الخطيب وصولاً إلى سعد الحريري وإنه الآن البيت السني مجمع على سعد الحريري هل يستعر السعد الحريري القوة هنا يقول أنه أنا مدعوم من الشارع ومدعوم من البيت السني أيضاً مية بالمية يعني أنا أقدم حاله أنه هو مدعوم من الشارع السني وأنا أقول هذه نقطة ضعف أمام الشارع لأنه الشارع يطالب شارع شلح ثوب الطائفية والمذهبية ويطالب بالتزام القانون والدستور والقانون والدستور الكتل النيابية تسمي الرئيس وليس دار الإفتاء ولا البطركي ولا المفتي الجعفري يسمي رئيس مجلس النواب هذا أمر خطير نين بصراحة تحالف تيار وطن الحر مع السنائي حزب الله أمل مصر على سعد الحريري لأنه في أزم اقتصادي كبير ويعتبرون سعد الحريري يشكل غطاء عربي ودولي إمكانية جلب مساعدات للبنان لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي ومن جهة ثانية يعني كمان لهم مبررات أنهم لا يريدوا أن يصطدموا بالشارع السني إذا كان الشارع السني بأكثريته هو مع سعد الحريري فهم بحاجة أن يكون الرئيس المكلف يتمتع بهذا الغطاء وحسب تقديراتي أن الاستشارات يجب أن تستمر بكرة يعني مطالب الشارع هي مع الاستشارات وليس ضد الاستشارات بالمطلق ومع الاستشارات أن تصل إلى مرشح يرضى عنه الشارع بالمواصفات التي سبق وقلتها هلا اليوم تجري اتصالات بين الرئيس الحريري مع الرئيس عون والرئيس بري وفي مدولات حسب ما فهمت يعني من بعض المصادر أنه نتيجة شعورهم بالأزمة الكبيرة جدا في البلد واحتمال نيار البلد ممكن أن تجري تنازلات متبادلة لإمكانية يعني الوصول إلى تسوية حول تشكيل الحكومة بما يتوافق إلى حد ما مع الشارع ولكن الشارع لن يقبل برئيس حكومة سبق وأسقطته الثورة ورئيس حكومة هو قال أنا جزء من هذه المنظومة فكيف يمكن أن يقبل ويعود طيب ومع احتمال آخر أنه إذا لم يجري هذا التوافق أن تؤجل الاستشارات وهذا احتمال وارد أيضا طيب وإذا أجلت الاستشارات سيضع البلد أمام مرحلة جديدة خطرة وهم يقولون عدنا إلى المربع الأول وهذا أمر يعني أنا رأيي الشارع لن يسكت عنه بسهولة وهذا سيشحن الثورة مجددا دعني أستمع إلى هشام في نقطة مهمة أيضا ذكرتها طيب سيد مرتضى شكرا إلى هذه اللحظة هشام دعني أستمع إليك في نقطة أيضا ذكرتها الزميلة سحر أنه ممثلين للحراك سيكونوا ربما في الحكومة المقبلة طبعا نعرف أن هذا الأمر أتى من رئيس الجمهورية قبل ذلك أنه تعالوا تفضلوا وشاركوا معنا في الحكومة هل لديك معلومات عن هذا الأمر وإلى أي مدى هذه الفكرة تجد قبول في الشارع المنتفض يعني أولا ما في معلومات واضحة بهذا الموضوع نحن بالنسبة لأنه كهيئة التنسيق الثورة نحن لا نتعاطى بالموضوع بهذا ولم نتكلم مع أحد نحن لدينا مضالب واضحة كيف نريد شكل الحكومي وكيف نريد الوزراء وكيف نريد رئيس الحكومي ولم نتكلم مع أحد ولا أحد تكلم معنا بموضوع الوزراء ونحن لن نتكلم مع أحد قبل أن هذه المنظومة تقبل أنها قد أصبحت خارج هذه اللعبة وهي سوف تعطي للشعب حقه وحقوقه في هذا الموضوع أما كل واحد يطلع على حسابه عند رئيس الجمهورية أو عند رئيس الحكومة أو يتصل بالقوى السيئسية ويقول أنا ممثل عن هذه الانتفاضة الشعبية وعن هذه الثورة فهو لا يمثل إلا نفسه وإلا شخصه الكريم بهذا الموضوع لا أكثر ولا أقل نحن بالنسبة لنا كهيئة التنسيق وقوة موجودة في هيئة التنسيق الثورة أحد ولم نفاوض أحد ولم نفاوض أحد في هذه المرحلة المواضيع مرتبطة كيف سوف تتصرف هذه السلطة وكيف سوف تقوم هي بوجباتها يعني هشام كلامك مهم ولكن من حيث المبدأ كلامك مهم من حيث المبدأ هل يمكن أن يوافق الشارع أن يكون جزء من العملية السياسية المقبلة في لبنان أن يكون متابع لمطالبه من داخل الحكومة هل الفكرة واردة في أي مرحلة من المرحل الأمور نعم الأمور الأمور طبعا مرتبطة بعمليات التطور السياسي التي يمكن أن تحدث في البلد يعني نحن منا بالآخر نعمل دون أفق سياسي نحن نقول نعم هناك أفق سياسي ولكن لم تنضج هذه الأمور حتى الساعة وأكبر دليل على ذلك أنه هي هذه السلطة بعد لحد هذه اللحظة هي تخبط ببعضها كيف نحن نريد مع مين نتحد هن 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 غير مستعدين أن يأتوا برئيس حكومة من خارج المنظومة طبعا إذا أجا رئيس حكومة إذا واحد يطرح سيناريو معين يقول إذا أجا رئيس حكومة من خارج هذه المنظومة وموافقة على الشعب كله ولم يكن هناك احتجاجات سأتها يمكن الكلام بهذا الموضوع وطبعا كل الموجودين بالشارع أو أغلب الموجودين بالشارع هم غير مرشحين للوزارات وغير مستوذرين يعني السلطة لم تفهم أنه اللعبة اختلفت عن مكانة سابقة لا يمكنها رشوة الناس ولا رشوة حدا بالشارع بموضوع الوزارات الموضوع عنا هو أبعد بكتير من وزارة أو وزارتين أو حتى الحكومة الموضوع أن تذهب هذه السلطة النظام الذي أرثته من سنة 1990 إلى اليوم هو نظام قد فشل في إدارة البلد يعني ولكن هذه السلطة هي سلطة فاشلة هذا كلام واضح ولا تهوشام أيضا ألا تأخذون في عين الاعتبار كيف نحكي معهم ألا تأخذون في عين الاعتبار أنكم خرجتم عن الخطوط المرسومة عن خطوط اللعبة السياسية الموجودة في لبنان لأن حضرتك تعرف أن الموجود حاليا أتى بعد حرب وبناء على تفاهمات بين كل المكونات واتفاقات أيضا اتفاق الطائف بتأكيد بين المكونات السياسية اللبنانية إسقاطكم لكل هذه المنظومة ألا يعتبر خطر على البلاد سيد الكريم سيد الكريم نحن كل اللي عم نطالب هذه المنظومة أن تذهب وتطبق الدستور وهذا الدستور هو نتيجة الطائف هم وقتا بيضل عندهم نهج مستمر بمخالفة الدستور كيف نحن سوف نتكلم معهم هم بدهم بدهم يتبخوا حكومة وعينوا الوزراء وعينوا كل الموضوع وبعدين بيروحوا على استشارات هم بدهم يحكموا ويعملوا كل الموبوئات ويخالفوا كل القوانين ويخالفوا كل الدستور وبدهم يقولوا لنا بس هيدا اتفاق الطائف اتفاق الطائف موجود أصبح بالدستور بطل في شيء اسمه اتفاق الطائف الاتفاق الطائف أصبح بالدستور سيدي عليهم أن يطبقوا الدستور لا يريدون تطبيق الدستور والقوانين والمخالفات للي عم يعملوها لا يريدون لا يريدون تنزيه القضاء القضاء ما بدون يشلون تحت قمائة أسطل قسيسية سأعود إليك في كلمة أخيرة مطالب مطالب الصورة مطالب واضحة واضحة تماما سأعود إليك في كلمة أخيرة أعتذر هناك فرق في الصوت بيني وبينك المخرج لهم هي حكومة هي حكومة دعني أذهب إلى يوسف في كلمة أخيرة المخرج هو أن يقولوا أن هذه الحكومة هي حكومة انتقالية وحكومة سوف تجري انتخابات نيابية مبكرة على أساس قرون انتخابة ما تقوله مهم سأعود إليك سأتا من طل سأتا بتفرض هذه القوى حالة طيب سيد يوسف يعني الاستشارات النيابية ستعقد غدا الحزب التقدم الاشتراكي بقيادة وليد جنبلات قال أنه لن يشارك في الاستشارات النيابية يعني بناء على معرفتك بالوضع السياسي في لبنان ومتابعتك الاستشارات النيابية السابقة كيف سيكون حال الاستشارات النيابية المقبلة هو في شكوك إذا كان ممكن أن تحصل غدا أم لا يعني الاحتمالين واردين إذا في الليل حصل صفقة ما ممكن أن تحصل وتجري عملية استشارات ويختار فيها سعد الحريري أو غيره هذا وارد ولكن أيضا الوارد إذا لم تحصل هذه التوافقات كما جرت العادة أن يكون هناك حجج لتأجيل الاستشارات ولكن دعني أن أقول لك شغلة مهمة جدا اليوم القوى السياسية التي حكمت في البلاد من عام 90 إلى الآن تعودوا على الخروج على الدستور بصياغ التوافقات فيما بينهم خارج القانون والدستور يطبخون طبخة التكليف والتأليف قبل المجيء إلى المؤسسات الدستورية اليوم السورة والشارع فرض عليهم أو يفرض عليهم بالأحرار حتى الآن نجح ببعض الأماكن ولكن سينجح حكما بعادة تصويب مسار بناء الدولة كيف يمكن أن ينجح للموجودين في البرلمان حتى وإن ذهبوا إلى استشارات النيابية كما قلت أنت قبل قليل هم سيذهبوا صباحا إلى البرلمان لينفذوا ما اتفقوا عليه مساء خلال مكالماتهم ولقاءاتهم صحيح صحيح لذلك أقول لهم تعثروا نتيجة خلافات فيما بينهم على الحصص كالعادة ولكن نتيجة وقوف الشارع المراقب الفعلي عليهم وحركة الشارع اليومية تجعلهم حذرين جدا من كل خطوة يقومون بها وأنا أعتقد شاءوا أم أبو سيذهبون إلى البرلمان لاختيار رئيس وهذا الرئيس من تشكيل حكومة لا تستجيب لمطالب الشارع ولمطالب الثورة وحتى إذا كلف سعد الحريري لنفترض ذلك لأن الأكثرية معه الآن الثنائي حزب الله أمل مع التيار الوطني الحر مع حلفاء مشكلون أكثرية مع تيار المستقبل ممكن أن يكلفوا لكن سعد الحريري لن يستطيع طبعا الشارع سيرفضوا ولن يستطيع تشكيل حكومة إلا بالمواصفات التي تطرحها الشارع وهذا ما بعرف إذا هم سيوافقون على ذلك هل سيوافق الثنائي حزب الله أمل على حكومة لا يوجد فيها حزبيين هذا أمر سؤال كبير جدا وهل سيتوافقون أن يكون جبران باسيل خارج هذه الحكومة أو لا وكان يشترد جبران إذا فيه سعد الحريري في جبران باسيل وهذا أيضا مسألة كبيرة جدا وبالتالي نحن نذهب إلى استعصاء في عملية تكليل وتشكيل الحكومة وأنا أعتقد أن التشكيل لم ينضج بعد أنا التشكيل رأيي لم ينضج بعد طيب أنا منطر للمقاطعة بالتأكيد للحديث بقية هذا سؤال كبير كان كل فترة الماضية يشترط أن بقاء سعد الحريري يساوي بقاءه في الحكومة صحيح يوسف مرتضى الكاتب المحلل السياسي هشام أبو جودة الناشط في الحراك شكرا لكم للحديث بقية جزيح آفوا وفي نهاية الساعة الثانية نذهب إلى العاصمة القطرية الدوحة والحدث الرياضي المهم سياسيا أيضا ربما لمستقبل المصالحة بين دول الخليج حيث توج أمير قطر شيخ تميم من حمد آل ثاني منتخب البحرين بلقب كأس خليجي 24 للمرة الأولى في تاريخه بعد تفوقه على المنتخب السعودي بهدف دون رد ويأتي حضور أمير قطر للمباراة النهائية في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي تتحدث بوادر عن قرب انتهائها طبعا هناك قمة خليجية مرتقبة في العاصمة السعودية الرياض العاهلة السعودية الملك سلمان تقدم بدعوة لأمير قطر شيخ تميم من حمد آل ثاني لحضور القمة وإلى الآن لا نعرف إن كان سيحضرها نتقي على رأس الساعة الثانية اشتركوا في القناة